هلاني برز العدراء خلاني هنشوف طاقتك انت بس خلاني نجد مان مقلوبة اه لأ صحيح صحيح ايه تشكلك متعلق ومش عادر فيك نفسك لانك انت شايف في شيء وراك مصيري انت متعلق فيه سواء كان علاقة او عمل انت في علاقة شايفها انت هي كمصير اليك او في قرار انت مش قادر تاخده لانه شايفه قرار مصيري يعني يمكن يغير كل مصير حياتك او مجرى حياتك كليتها ثمان انت متعلق بشخص شايفه شخص يمكن شوي متقلب المزاج انت تقلبات في المزاجه كعجلة الحظ يوم معك ويوم اليك يمكن انت كمان بانتظار قرار مصيري مش معاك القرار لكن انت بانتظار قرار مصيري من هذا الشخص هل تفك نفسك من هذا التعلق وتمشي وتسيب ولا تطلق مع هذا الشخص المهم انك انت مش قادر تاخد قرارات مش قادر ايه تكمل في مصيرك او الشخص هذا وراك شكل حازم جدا وانت بتستنى منه في قرار شخص هذا لانك انت عارف انه الشخص هذا اذا اعطى قرار خلاص بكون ما هو صادق فيه هو شخصيته جدية جدا انه جامد هذا الشخص لكنه ما ياخد القرار فيك او ما ياخد القرار سوى ما الاكشع من لسه انت في العمل بتستنى في التي ترقي في اا من مديرك او تستنى في مثلا تحصيل اتعابك انت بتتظهر انه يحكمونك في اتعابك يمكن انت في عملك مدير ومثلا لتحت ايد المدير احتمال هذا الشخص يكون في ارتباط غيرك انت. وانت بتنتظر وياخد قرار بينك وبين الشخص هذا. الشخص هذا ما ياخد قرار لكن شوي مجمد قلبه. يعني مش مشاعر ما ياخد قرار عقلاني. طيب خلينا نشوف المرة طبطية. الشخص اللي شافر انك انت شخص عنيق جدا. شخص دائما متجاهله للمرتبطين احنا بنحكي. شخص دائما متجاهله. ايه مو حب لنفسك. انا شافر انك تحب نفسك تحب زيتها. عناني بعض الشاي. ايه. طبعا الموقف مضقف عليك عشان اعندق فعلا هو شافر انك كل اشي يواقف عليك انت. طبعا. طبعا. شايفك انك انت عميد لا تقتل بالاقلية. شخص تنتقي ايه كل شيء بالعند. مش متروي. شايفك انك انت متروي لكن انت مسلا اذا الاشي بعاكسك. بتعاكس هذا الشخص. فبتوخده القرار. شايفك انك انت بتعينته. اه اه شخصي ده طلب منك طلب وبستنى منك قرار. بتعلق في المصير. احتمال كبير. هو ايه كان عرض عليك عرض. ومستنى منك انت تبوح في كلمتاك. احتمال العكس. انت عرض علي عرض. ومسلا حطيت انه هذا القرار اللي راح يوخطه مصيري. انه بعدها راح تقطع مسلا. في عرض. احنا واقف بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص استنى منك يا اما ردد فعلي يا اما انت بستنى منه ردد فعلي. بس انا حاس ان انت يعني الشخص عارض عليك شيء لانه بقول لك. يعني الموقف واقف عليك انت. انت صاحب القرار. فالشخص عارض عليك شيء وانت انت نشد الشيء. انت نشد ومشمعتي للشخص ده قرار انت واقف القرار. من شرات تاخده. لان انت شايف ان هذا القرار. اذا حكيت يس او نوه هو قرار مصيري. فكعنك انت متأني وصابر وفي صبر. في قمة صبرك. وداخل في نفسك كبرش عبراء بتحلل. وبتحاسب نفسك وبتراقب. هيك شغلت. الهيلك الشخص اذا شايفك عنيد جدا. وانت كأنك انت بتعاند فيه. تملكون بينك واطفال. ونوطة القوة بنية كوية الاطفال عطيلا. يمكن هذا الموقف انه عرض عليك مسلا. نبقى مع بعض انتو تبقوا مع بعض عشان الاطفال. بس. انش علاقة كاملة. بس عشان الاطفال. يعني شايف ان فيها تدخل اطفال. او الشخص اذا عرض عليك مبلغ انك انت تديل بالك هذول اطفال. حتى يعني انه يضل معك الاطفال وهو بصرف عليهم مسلا. مبلغ مالي. او الشخص اذا بطالب انه يشوف الاطفال. او انه يبقوا الاطفال معين. لانه انا شايف بينكم مرحلة انفصال. مش صايرها بس بدها تصير. احتمال. حان هنا شوف طيب هون. طيب شنو كتلكوه بينكم الاتحاد. اااااااااااااااااااااااااااا كل واحد راااiene او متشبت في رأيه. دائما متشبت في رأيه. لكن نقطة القوة بينتكم هي انكم تكونوا متحجين ومتفقين. على رأي واحد. انت الشكلك لأ متردد دائما ودائما رأيك انت متشبت في رأيك. فهو نقولولك القوة بينتكم انكم تكونوا فيه اتحاد مع بعض. عقلي وعاطفي وعملي. احتمال انتو مع بعض في العمل. والشخص ده مسلا عرض عليك عمل اخر. او ان هو يكون معاك في العمل. احتمال يكون نقطة القوة بناتكو. حتى تظل مترابطين مع بعض. ما يكون العمل بناتكو اقوى. او تكونوا مع بعض في العمل. طيب. شو نقطة الضعف نشوف. اه انتو زي ما حكتلكو انتو كل واحد متشبط برأيه. اه في فجوات كبيرة في هاي العلاقة بتصير هي من ورا العصبية الزاتة بناتكو. كمان انه انتو زي دائما بناتكو اه غضب. غضب. الغضب هو اللي بدع في هاي العلاقة. خليها ضعيفة او محددة بالانهيار في اي وقت. وعدم اه يعني ايه التبادل للاراقة. انتو بتتبادلوش الاراقة. كل واحد باخد قرارة من نفسها. حتى لو بينكم اطفال مسلا بتفكروش في الاطفال قد ما بتفكروه مسلا في ذاتكم في نفسكم. فانتو كل واحد متشبط في رأيه وما بستشيري التاني على العمل على الاطفال. لا. انتو كل واحد بقرر قرارة بروحي للمينة التاني. وانتو حر تقبل ام لا تقبل هذا اشي برجع لك. طيب ايه شنو هي الشخص هيدا. او شو مخبى عنك وشنو هي. الشخص ينتصر امام الاخرين. امام الناس. او امام اهلا. مسلا داخل بتحدي مع اهلا. انه اللي تمشي كلمتها. لانه مسلا عائلته. عارفين ان انت شخص عميد ولا تقبل. مسلا بالشيء اللي عرضه عليك. فهو مراهنة هادا الرهان. بعد ان هذا الشخص مخبى عليك ان هو متكبر وبحب الانتصارات. لكن بيكون زي بتنازل شو عشان يوصل للاكبر. عنده شوية تنازل حتى يوصل لقمة. بحب يوصل لقمة دي. بحب هو يكون مسيطر. مش باتفاقية منك وتكونوا متحدين على رأي واحد. لكن هذا الشخص بحب يكون هو المسيطر. هو القائد القطير. هو القائد في المنزل. هو اللي كلمته تمشي. عشان يكون شايفك انك انت عني. وهو شايفك انك انت الكلمتك تمشي مثلا في هال علاقة. وهو بحب يفرج الاخرين ان هو الشخص هو اللي ممشي هال علاقة. هو مدير امورها. الشخص هذا مخبى عليك ان هو بحب شوفت الحالة. او بحب يتباعها ان هو مثلا هو القائد. هو اللي بيقود هدا هال علاقة او بيقود هدا المنزل او اي شيء. شو ما كانت نوع علاقته. هو بحب الانتصارات الشخص هذا. شو ما كانت الكلمة. الشخص هذا بحب الانتصارات. طب هو شو نوع من ناحية العلاقة هو يعني اما شايفها ان هو بيكون متحكم في العلاقة. هو المتحكم الوحيد. اه هو بدي تكون العلاقة متحدة. متوازنة. لكن بشرط انه يكون هو المسيطر. هو ماسك زمام الامور. هو ماسك كل شيء. فالشخص هذا فالنصيحة بيقولولك انه الموقف متوقف عليك انت. وفي موضوع اطفال بناتكو. اذا فيه النزاع على الاطفال. فالشخص هذا حابب. وعنده رغبة كبيرة انه يفوز بالطفل اللي معك. فانتبه من هذا الشخص حابب انه هو يكسب. انا حسسا هيكر يعني انه بدي يكسب بدي يفوز عليك. او بدي يتوازن يباين امام جميع انه هو الكسب. هو كسب هيا الحرب. او هو كسب الوضعه في العلاقة كقائد. وانه عرف انه يلفك بكلمتين او بعرض او ام. خبنا اشوف اكتر. عشان ما نزماشش على الشخص ده. بس انت تذكر انه الناوي انه يغريك في عرض ماء. ناوي يغريك في عرض ماء. الشخص هذا الشكله منجذب لك. لكنه حسك انك انت اعلى منه. انت شخص مثلا وضعك الاجتماعي اعلى. شخص مهتمل في ذاتك جدا. هو ناوي يفرجيك انه هو نفسك. انت يحبك لنفسك. هو نفسه يحب نفسك ناوي. بس فيه اطفال في الموضوع. ممكن انتو في نزاع بناتكو عالاطفال. واذا كان في اتفاقية عالاطفال بيكون افضل بناتكو. اما السراعات اللي راح تصير هي راح تكون مش لصالحكم. ولا لصالح لاطفال. لكن الموقف هو الاطفال الموقف اللي انت فيه هو مضوقف عليك انت يا برجي اتركه. طيب خلينا نشوف المنفصلين. ايه اه ها بيحكو لك. في بضون الاشرة القليلة القادمة. او فيه او فيه او فيه او فيه او فيه او اس GCON. Video. طيب انشان افهم الماضعر بحثي. او امسك الم Meter. انت اعتمال هذا الشخص جديد في حياتك. وعلاقة جديدة هي توضiał دل emperor بمن الذي كليما ذلك. ودخلت في العلاقة سريعي سريعي وتلعت منها سريعين جدا. انه شايفك شخص فلول. انت اه قلقه. انت يا برج العدراء اه بقول لك فعلا انت اي بلد الشخص المناسب. احتمل انت صحتك تعبين عفضل. انه شايفك برضه تعبين وانه بقول لك فيه تنوق فيه للصحة تحسن. طيب. الاشي شما شعر من ناحيتك هو شعر انك انت احسن انك شخص عقلاني جدا. ومسيطر على عقلك. لكن فيه انا شايف فيه تناقض يعني. الاحساس. خلينا اشوفها شوي. تناقض الشخص هاته شو? شايف عندك شعر انك انت عزيز النفس. عندك عزيزة نفس. وليش? لانه شايفك انك انت شخص قلور. وبعدين شايفك انك انت شخص عندك مستعد ترحل. ولا مثلا تخلي هذا الشخص مثلا يزلك او يينك او اي امكان. او مثلا يعرض عليك عرض. تحس في الظلم الناحيطه. يعرض عليك يساعدك في المصاري. يساعدك في العمل. يساعدك في اي شيء. فالشخص هذا شايف ان انت عندك عزة نفس عالية جدا. جدا. وكأنك انت مصلا شخص لا تمين لمصلحتك. شخص لما تحس الامو صار بدها حسن تتحسمها. يعني شخص قاطع كالسيف. وهو كيف بفكر فيك هو بفكر فيك هارفين. شخص يتشافك عقليني وانت بتمير في العلاقات للزواج او للعلاقات اللي فيها تفكير في العقل مش في القلب وفي المشاعر. يعني انت انت شخص تمين للعقل. مش للمشاعر. شخص انت بيتميولك للارتباط للزواج طوالي بدون ملف ودويران وعلاقات طويلة للامد. لكنه مو شايفك انت او بفكر فيك كزواج. وهو بدي يعطيك قرار لزواج. هو كيف كان شايفك في الماضي وكان شايفك قلوق جدا جدا جدا. كان شايفك انك انت بتفكر كدير وانت فعلا مشاعر انك انت بتفكر جدا جدا قبل ما تعطي القرارات. قبل ما تعطي القرارات. كان شايفك قلوق جدا جدا. والقلق والتفكير مسيطر عليك اكتر من المشاعر. كان انت لا تملك مشاعر الا بس تفكير وعقل. يعني انت بصلا مش مش مشاعرك بتقودك في العلاقة. انت يعني هل هي صح او لا هي صح في العلاقة. ولا شايفك انك انك انت عندك رهبة من الحواليك او الناس الحواليك او في موضي ما رأت فيه انت كأنك مش نفكر انك انت تفوت فيها العلاقة. مدام انه شايفين انه فيه هيلينج شفاء اليك معنايته انت شخص اما مالق فيه علاقة وحاسس بانه فيش متكثقة في الاشخاص. اشتركوا في القناة